في سياق متصل عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات العمل وما تم إنجازه في قطاع الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة هذا وقد تم استعراض عدد من الإنجازات من بينها إجمالي عدد المنشآت الشبابية والرياضية الذي وصل خلال الفترة من الفين وثمانية عشر إلى الفين أربعة وعشرين إلى أحد عشر ألفا وخمسمائة وثمان وخمسين منشآة ارتفاعا من ستة ألاف منشآة فيما قبل عام الفين وثمانية عشر وبلغت تكلفة التطوير والإنشاء خلال تلك الفترة ما يقرب من ثلاثين مليار جنيه بالإضافة إلى مشروع تطوير المعسكرات الشبابية والرياضية الذي يهدف إلى توفير بيئة متكاملة لأنشطة طربوية وتعليمية وتثقيفية ورياضية للنشء والشباب بالإضافة إلى مشاريع اكتشاف المواهب الرياضية